حملت الحكومة مستغلية بعض المؤسسات والمقاولات العاملة في مجال علف الحيوانات خاصة في أسواق الأضاحي مسؤولية عدم اتخاذ الاحتياطات التي ترغم منع استعمال مواد مشبوهة بتجنب الإعلان عنها في العنوان المتبجة على الأكياس وتحديد مكونات المواد المركبة والهوامش المسموح بها الخبر أولدته يومية الصباح في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري مشيرة إلى أن وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تسارعان الزمن من أجل تأكد من أن المواد المعدلة العلف المواشي وعموم الحيوانات التي يتم تسويقها لا تشكل خطرا على الصحة ولا ينتج عن سيلاكيا أي تغيير دار في المنتجات ذات الأصل الحيواني المستهلكة من قبل الإنسان وأن لا خطر فيها اعتبارا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال وأضافت اليومية في مقالها أن الحكومة اعتمدت في آخر اجتماع لمجلسها مرسوما خاصا يحمل رقم 22557 يتعلق بجوذة المواد المعدلة العلف الحيوانات المنتجة للمواد الغدائية وسلامتها الصحية وعنونتها في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 2807 المتعلق بسلامة الصحية للمنتجات الغدائية الصادرة بتنفيذية ضاهية الرقم 1108 والهادف إلى تحديد الشروط والمتطلبات التي يجب أن تستجيب لها المواد الغدائية المعدلة العلف الحيوانات التي تنتج منتجات موجه الاستهلاك البشري وكذا المقتديات المتعلقة بعنونة المواد المذكورة ترجمة نانسي قنقر